الحدث الديمقراطي الأبرز للعام المؤتمر الوطني للحزب مكانه مدينة شيكاغو وزمانه من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين من أغسطس المؤتمر سيعقد في مكانين بالمدينة الأول مركز يونيتد المخصص للخطابات والأحداث العامة والثاني مركز ماكورمينج بليس الذي سيضم الاجتماعات الرسمية للحزب ثلاث ليال ستتوج بخطاب قبول كاملة هاريس ترشيح الحزب لها ليلة الخميس وستكون هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم وولز متحدثين رئيسيين في المؤتمر عادة تتميز هذه المؤتمرات بحضور الشخصيات البارزة في الحزب كالحكام وعضاء الكونغرس وغالبا ما يتحدث أزواج المرشحين وأفراد أسرهم كما سيلقي الرئيس بايدن كلمة افتتاحية في المؤتمر ليركز بحسب المصادر على إنجازاته الخاصة وإرثه التشريعي خلال فترة ولايته وبفقا لأكسيوس ستتحدث في المؤتمر وزيرة الخارجية السابقة هلاري كلينتون وزوجها أيضا بيل كلينتون وأيضا الرئيس السابق باراك أوباما الحدث الضخم سيحضره نحو خمسين ألف زائر وسيتم بثه مباشرة على موقع المؤتمر وعلى منصات التواصل الاجتماعي وعبر بث فعاليات المؤتمر على تيك توك وإنستجرام يسعد ديمقراطيون لجذب الجمهور الشاب كما سيحاول المنظمون خلق لحظات وخصص شخصية يمكن مشاركتها على السوشيل ميديا عادة يكون لدى منظمي الفعاليات أشهر عدة للتخطيط لمؤتمر كهذا لكن انسحاب بايدن المفاجئ منحهم أربعة أسابيع فقط لإعادة صياغة مؤتمر يكرم بايدن من جهة ويعيد تقديم هارس إلى أمريكا من جهة أخرى